سائلة كريمة تقول أني ابنها كان قد أخذ قرضا من فترة ولا يستطيع حاليا سد القصط الشهري فهل يجب أن أدفع جزءا من القصط من زكاة المال الخاص بي لأن والده لا يستطيع دفعه كاملا نقول لها يا رعاك الله لا حرج في سداد ديون الولد من الزكاة لأن الوالد لا يلزمه سداد ديون فرعه بخلاف نفقته فإنها تلزمه مادام لم يستقل بالكسب بعد فلا حرج عليك فيما ذكرت بارك الله فيك